النهاردة كان فيه متابعة مصرية لمباراة هامة جداً بين نادي الهلال السعودي ونادي الزمالك المصري اللي فاز فيها نادي الهلال السعودي بكأس سوبر لوسيل بعد تغلبه على الزمالك بركلات الترجيح باستاذ لوسيل النهاردة طبعاً الأجواء كانت قتالية من نادي الزمالك وكانت مباراة صعبة والدليل أنه فاز الفريق الهلال بدربات الترجيح استاذ لوسيل من المعلومات اللذيذة عنه أنه كان هو استاذ المفترض أنه يستضيف كأس العالم في فا عشرين اتنين وعشرين المباراة ببساطة انتهت في متعادل إيجابي لكل الفريقين وركلات الترجيح هي اللي حددت الفائز والمتوج بكأس السوبر السعودي المصري كواليس المباراة بقى وتقليم أداء فريق الزمالك نهاردة احنا عجبنا جداً شوية تفاصيل كده أثناء المباراة عجبنا أجواء عجبنا الملعب طبعاً فيه تفاصيل كتير مهمة نحنا نسمع فيها آراء متخصصين ترجمة نانسي قنقر